اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المواد التي تمنع وتؤجل من عملية تخثر الدم تسمى بمضادات التخثر وهي ثلاثة انواع انتيكواغلات تمنع تخثر الدم داخل جسم الإنسان نمبر تو انتيكواغلات تمنع تخثر الدم بعد جمعه خارج الجسم انتيكواغلات تمنع تخثر الدم داخل وخارج الجسم الأول هو هبارين هبارين هو انتيكواغلات تصنع هبارين بصور الطبيعي داخل جسم الإنسان ماسالز which are the wandering cells present immediately outside the capillaries and many tissues or organs that contain more connective tissue produced هبارين هذه نوع من الخلايا تنتج مادة الهيبارين متوفرة في الكبد والرأتين بيزوفيال أيضا سكرية الهيبارين الهيبارين هي مادة الارتباط والسكريات متعددة الهيبارين هي مادة الهيبارين التجاري إذن يحضر من الكبد والعباء أخرى من الحيوانات الهيبارين متوفرة في مادة الهيبارين أو مادة الهيبارين إذن متوفرة أما عن شكل سائل أو من شكل أملاح جافة from form as sodium, calcium, ammonium, or lithium salts ميكانزما أوف أكشن أوف هيبارين هيبارين يحضر بلاد كلوتين نحن ندرى هو يمنع تخاثر الدم من خلال شنو؟ by its antithrombine activity شلون؟ it directly suppresses the activity of thrombine مباشرة يثبت عمل الثرومبين بعد شئ يسوي combines with antithrombine 3 زين؟ اللي هو شنو عبارة عن antithrombine 3 عبارة عن protease inhibitor presence in circulation and removes thrombine from circulation فأنه هو يثبت عمل الثرومبين يتحد مع antithrombine 3 يزيل الثرومبين من circulation من الدورة الدموية ويحفز الانتي مو بس يرتبط بها يحفز الانتثرومبين 3 وأيضا شي سوي الهبارين أيضا inactivate يعني يثبت عمل active form الجزء النشط of other clotting factors يعني يثبت من عمل الجزء النشط لعوامل التخثر اللي هي 9 10 11 12 هذا رسم التوضيح هذا الهبارين اللي هو الأشياء اللي يقوم بها شنو suppress thrombine action ماكو blood clotting inactivate clotting factor يعني تثبيت عمل عوامل التخثر التالية التاسع والعشر 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 أيضا no blood clotting وactivate antithrombine 3 and remove thrombine from the circulation as we mentioned no blood clotting uses of heparine heparine is used as anticoagulant both in vivo and in vitro إذن عمله داخل الجسم وخارج الجسم يمنع التخثر داخل الجسم وخارج الجسم clinical use استخدامات الطبية intravenous injection of heparine 0.5 to 1 mg per kg body weight postpone clotting for 3 to 4 hours until it is destroyed by the enzyme heparine إذن نص إلى 1 mg للكيلوغرام الواحد الجسم الإنسان يأجل عملية التخثر يعني طبعا حقنا مريديا يعني حقنا بالوريد يأجل عملية التخثر ثلاث إلى 4 ساعات ثلاث إلى 5 ساعات يستخدم بكمية كبيرة في المجال السرير والصحي إن كلينكس في الإيادات هبارين إذن خلال العملات الجراحية تخثر داخل الوعية الدموية خلال العملات الجراحية منعها أيضا دخول الدم خلال الغسيل الكلوي الكلية الصناعية لعملية الغسيل الكلة أيضا حتى يبنع التخثر الدم دخول الدم خلال عمليات الجراحة القلب which involves heart-lung machine يحافظ على الدم يكون سائل قبل عملية نقلة إلى داخل جسم الإنسان استخدامه في المختبر يعني خارج أيضا يستخدم كمضاد تخثر خارج الجسم من خلال أنه الفحوصات المختبرية من نسحب دم من المريض نحتاج إلى بعض التحاليل نحتاج إلى يكون الدم يحافظ على السائلية فنجعله مضاد تخثر حتى يعني منح تخثر الدم وهو خارج جسم الإنسان من خلال إضافة المادة الهيبارين 1.1-2.2 ميلي جرام is sufficient for 1 مل of the blood 1 مل نضيف لهم 1 بالعشرة 2 بالعشرة من الهيبارين it is effective for 8-12 hours هذا تستمر عملية من التخثر من 8 ساعات لأطمع الساعة after that the blood will clot because heparine only delays the clotting and doesn't prevent it هو يأخر عملية التخثر ولكن ما يمنح نهائي يعني يأخر أن الدم ما يتخثر أسنا نتمنى إلا فمع الساعة لكن بعدها الدم يبدو يتخثر heparine is the most expensive anticoagulant يعتبر غالي جداً أكثر المضادات التخثر اللي أكثر كل فتن يعني من ناحية المادية comarine derivatives warfarin and dicomerols are the derivatives of comarine إذن ها النوع الثاني من بعد الهيبارين هو نسمي comarine derivatives اللي هو الwarfarin واحد من أتهم comarine derivatives prevent blood clotting by inhibiting the action of vitamin K إذن أدنى يمنع مو يأخر وإنما يمنع تخثر الدم من خلال منع عمل vitamin K vitamin K essential for formation of the various clotting factors اللي هو 2, 7, 9, 10 استخدام ديكومارول and warfarin are the commonly used oral anticoagulants إذن أكثر استخداماً تستخدم كمضادات تخثر عن طريق الفم warfarin is used to prevent myocardial function heart attack strokes and thrombosis إذن يمنع الاحتشار العضلة القلبية والجلطة القلبية جزيلاً والسميحنا الستروكس الجلطة الدماغية والتخثر داخل الأوعية الدموية أدتا أثيلين ديامين تترااستيك أسد is a strong anticoagulant available in two forms ديصوديوم salt and tri-potassium salt ميكانزمة of action these substances prevent blood clotting by removing calcium from the blood إذن شون ميكانزمة ما الاكش لما لتها إزاحة الكاليسيوم من الدم is used as an anticoagulant both in vivo and in vitro إذن إذن نستخدمها بشنو كمضادة تخفر داخل وخارج الجسم commonly administered uses commonly administered intravenous لأكثر شيء بالوريد in cases of lead poisoning في حالة تسمم بالرصاص used as an anticoagulant in the laboratory خارج الجسم إذن بالمختبر مثل هي باري مثل ما قلنا 0.5 to 2 ميلي جرام of elita per mil health blood is sufficient to preserve the blood for at least 6 hours إذن نحافظ على تخطر الدم من مدس الساعة on refrigeration it can preserve the blood up to 24 hours بالتبريد يقدر يحافظ على السائلية الدم عدم عن ما يتخطر 24 ساعة oxalate compounds oxalate compounds prevent coagulation by forming calcium oxalate which is precipitated later إذن يمنع التخطر من خلال يكوننا ما يسمى بال oxalate calcium اللي هي تترسب لاحقا thus these compounds reduce the blood calcium لأنه بنفس الوقت راح تقلل وجود الكالسيوم بالدم الرير سابقا sodium and potassium oxalate were used كان يستخدم سابقا oxalate البوتاسيوم والصوديوم ولكن الآن هذه الأيام هذه يعني حديثا mixture of ammonium oxalate and potassium oxalate in the ratio of 3 to 2 is used يعني نسبة الأمونيوم oxalate الانوميوم ثلاثة وأوكزالات البوتاسيوم ثلاثة يستخدمون هاي نسمة يستخدمون بعض الصوديوم each salt is an anticoagland by itself كل ملح من هاي الأملاح هو يعتبر مضاد تخثر بحذ ذاته ولكن البوتاسيوم oxalate alone causes the shrinkage of red blood cells إذا أستخدم واحدة كمضاد تخثر بوزالات البوتاسيوم راح يسبب لي انكماش في كريات الدم الحمراء ما يحافظ ما يحافظ على طبيعتها يعني الانتicoagland صح يمنع التخثر ولكن أيضا يحافظ على طبيعة الخلايا الموجودة بالدم أمونيوم oxalate alone causes swelling of the red blood cells أمونيوم استخدامها لواحدة يسبب انتفاخ في كرات الدم الحمراء ولكن بطو كذر لكن استخدامها مع بعضها بس كالسيوم بس كالسيوم بس كالسيوم from blood يزيد الكالسيوم من الدم و لك كالسيوم يمنع عملية التخثر هذا نقص الكالسيوم راح يمنع عملية التخثر uses oxalate compounds are used only as in vitro anticoagulants فقط تستخدم خارج من التخثر خارج الجسم 2 mg of mixture is necessary for 1 ml of blood 2 mg كافي في 1 ml ضروري لكل مل من الدم حتى يمنع التخثر since oxalate is poisonous it cannot be used in vivo إذن هي مادة سامة ولا تستخدم منع التخثر داخل الجسم الإنسان citrates sodium ammonium and potassium citrates are used as anticoagulants mechans of action stress compounds with calcium in blood to form insoluble calcium citrate and like oxalate إذن نفس عمل طرق عمل oxalate citrate also remove calcium from the blood and lack of calcium prevent coagulation نفس المكان مي مع العمل يت oxalate uses in vitro أيضا استخدامه فقط خارج جسم الإنسان it is used to store blood in the blood bank تستخدم لعملية تخزن يعني للدم المخزون في المصرف الدم جيد acid straight dextrose one part of the acid straight dextrose with four parts of blood يعني ينخزن على هاي الطريقة انه هاي acid straight dextrose أو straight phosphate dextrose جزء واحد من النهاية المادة مع أربعة أجزاء من الدم وسترات is also used in laboratory in the form of the foremost straight solutions dashes solution for red blood cell and platelet counts زين physical methods to prevent blood clotting اكو طريقة طرق فيزيائية تمنع تخثر الدم اللي هي coagulation of blood is postponed يؤجل or prevented يمنع من خلال following physical methods cold reducing the temperature to about 5 centigrade postpones the coagulation of blood يعني تغليل درس الحرارة إلى 5 درجة سليزية يؤجل عملية تخثر الدم collecting blood in container with a smooth surface تجميع الدم بوعاء أملس السطح collecting of blood in a container with a smooth surface وعاء أملس السطح مثل silicon coated container prevents gloating زين مغلف بالسيليكون فراح يمنع عملية التخثر the smooth surface inhibit the activation of factor 7 and the platelets والصفاء أحد دموية so the formation of prothrombine activator is prevented فما راح تكون prothrombine activator اللي هو ينشطنا دور prothrombine ويحافزنا التحويل إلى thrombine procoagulants or hemostatic agents are the substances which accelerate the process of blood coagulation شلو معنى procoagulants معنى هاي أقفض مواد حقيقة عوامل تعجل من عملية تخثر الدم مثل thrombine thrombine is spread upon the bleeding تحفيز تحفيز عوامل التخثر الاستخلاص المواد من الرائتين الاستخلاص واللغدة الزحترية ايضا تحتوي على مادة thromboplastine لسبب النراف بلد coagulation صديم or calcium alginate صديم or calcium alginate substances enhance blood clotting process by activating هاجمن factor الثناش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته